اشتركوا في القناة كنحضر هنا المهرجانات كمهرجان وجداد الرأي المعروف دوليين كذلك مهرجان سعيدية مؤخراً للعمل فكنت من مشاركين في أكبر تظاهرة كتكون في المغربية موازين مهرجان كبير بالنسبة للتلفزيون كان عندي صهارات أنا والأخ ميمون في القناة الأولى يعني أنا ماشي من ذلك النوع اللي كي يحرق رسو بالنسبة للتلفزيون إلا ما كانش عندي الجديد أنا فوقش كان بغين نبان في التلفزيون اللي كيكون عندي عمل الحمد لله دروك أنا كنشتغل على أربعات الأغاني جديدة عندي مشاركتي مع الفنانين المغاربة كالسيم حمود الإدريسي كرشيدة طلال كفاطمة حيحيت وغيرهم في ملحمة يلاها مؤخراً كملناها في الستيديو من كلمات السيم محمد دغوغي بعنوان المغرب باب إفريقيا إن شاء الله المغاربة غادي شوفوها عبر لا لا يلا راني من الستيديو جاي لويسلان وعندي أغنية دينية إن شاء الله اللي غادي شوفوها إن شاء الله في شهر رمضان يعني رشيد بالرياح موجود ما كانش الغياب لي كيقول الغياب هو درك حنا الناس ما كيشوفوكش هكذا في التلفزيون شهر ولا شهر ولا تلشور كيقولوا ما كينش بالعكس رشيد بري عنا موجود ركي يدير سهارات في الخاري على براء في المغرب ما يمكن ليش أنا قندهر للناس في التلفزيون اللي كان نغنيها اليوم نغنيها غدا ولأ بالنسبة للمرأة المغربية يا راه هي 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 أم المغاربة ونتمنى لها في هاد المناسبة سنة سعيدة وكل عام والمرأة المغربية بألف خير وتمنى مارس راه راه أي واحد راه عنده أم عنده أخت عنده زوجة كنتمنى لهم السعادة وكنتمنى لهم طول العمر إن شاء الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة